ما شاء الله تبارك الله اذكر الله صلوا على رسول الله مركز سليم بن شالح وشريكه لبيع جميع انواع لبن الله يحيي الجميع في محل الجميع فيه ملاحظة ودي اذكرها ليتجنبها الجميع وهي ان بعض الضيوف اذا جاء عند المضيف صبوا له فنجان شرب منه شوي وترك جاء صبوا له شاهي قال لا لا بس ما عدا بغاه انت اذا جيت ضيف عند المضيف خلك اكرم منه خلك انت كريم تظاهرا ان القهوة دي حلوة للمعلومية القهوة دي ترى لهم يومين هم مسعدين مجهزين الهيل والبن والخلاطات وفلان بيجينا اخيرا تاخد منها ربع فنجان وتقول بس فحاول انك تظاهر للمضيف ان قهوتكم حلوة واشرب منها خمسة ستة فنجين حتى لو انك ما تحب القهوة واذا صبوا الشاهي قل ما شاء الله الشهداء ما شاء الله اشرب اشرب تظاهر امامهم كما ذكرت انك اذا جيت عند المضيف تظاهر ان قهوتكم حلوة واشرب منها اربعة خمسة ستة سبعة فنجين تظاهر ان الشاهي ما شاء الله تظاهر ان التمر بعضهم ترى التمر يدوره لك الاسبوع من التمر اللي ما يوجد بسهولة وانت تاخد فده وتقول خلاص لازم تظاهر امام المضيف انك ما شاء الله على هالقهوة ما شاء الله على هالشاهي والمصيبة كل المصيبة ان بعضهم شاري ذبيحة بلف وخمسمية وتعبانين في الطبخ واذا جاء المضيف الخبيل ذا اخذ منها لقمة وقال وكف يدي المضيف يستغرب ليش مكل يمكن مهب حلو يمكن ملح يمكن يمكن الرجال اللي جالسه ربما اذا شافه مضيف كف يدي ربما انهم يتركون على ما قالوا بعض العرب ينقرهم يتركون العشاء فحاول انك تاكل تظاهر ما شاء الله انه الذي بيحدكم بي مباركة وحلوة وكل فوق طاقتك عساس يقول